اشتركوا في القناة تراجع حجم المساحة المزروعة من العنب في اليمن إلى 11 ألف هكتار وصول أربع سفن تجارية إلى ميناء الحديدة تحمل مواد غذائية أهلا بكم يواصل الريال اليمني حداره أمام سلة العملات الأجنبية في الأسواق المصرفية مخلفا آثارا وأضرارا سلبية على معيشة المواطنين وتضخم أسعار السلع والمواد الغذائية وسجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثة 790 ريال للشراء و795 ريال للبيع مقتربا من حاجزة 800 ريال كما واصل الريال السعودي ارتفاعه أمام الريال اليمني مسجلا 207 ريال للشراء و208 ريال للبيع يتهث في ظل عجز حكومي تام عن السيطرة على القطاع المصرفي في اليمن مع تزايد نفوذ السوق الموازية وتحكم المضاربين بتحديد قيمة العملة في الأسواق صعودا وانخفاضا ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد الجماعي صحفي اقتصادي مرحبا بك سيد محمد في ظل الانقسام النقدي الحاصل هناك بنك في صنعاء وبنك في مناطق الشرعية يعني أين تكون المشكلة في عملية الانهيار الحاصل للريال اليمني طبعا كلمة انهيار تطلق على مستوى لا عودة لكن هذا يعتبر تراجع وإذا أردت أن تسأل نفسك أنت أو أنا أو أي محل سياسي أو اقتصادي عن موضوع العملات ترسأل أنفسنا السؤال الحقيقي هو لماذا لا ينهار الريال لماذا لا يتراجع أمام العملات الصعبة لا توجد أي موارد للعملات الصعبة لا توجد منافذ للبيع المطارات والموانئ مغلقة باستناء بعض الموانئ هناك حصار شديد للحكومة من المجتمع الدولي الذي يعترف بها من جميع الناحية السياسية والقانونية هي شرعية لكنه أيضا لا يسمح لحسابة البنك المركزي أن تفعل في الخارج هناك أيضا استحالف العربي مطلوب منه في هذه الفترة أن يقوم بواجبه ونأمل بالمملكة العربية السعودية أن تضخ الوديعة الجديدة إلى السوق لكي يستطيع البنك المركزي أن يتحكم بالسياسة النقدية وبصرف العملات في الشارع نعم سيد محمد لكن الوديعة التي تقوم بضخها المملكة العربية السعودية هي عملية مؤقتة لا تعالج الموضوع ككل نحن بحاجة إلى عملية مؤقتة لأننا في حالة حرب الاستدامة في العملية الاقتصادية تحتاج إلى وضع مستقر نحن لست في وضع مستقر ما زال 50% من الموارد بيد الميليشيات ميناء الحديدة وذكرت أخبار الآن أن هناك سفن تجارية ترسل على ميناء الحديدة هناك 50% من الداخل بيد الميليشيات وهي تتصرف به وتعمل به وفقا لأجندتها وتقوم بالتعابل بحكم موجود المركز المالي في صنعها تقوم باللعب بالسوق بشكل كبير جدا لذلك هي أول سبب من أسباب أي تراجع للعملة الصعبة في اليمني للريال اليمني أمام العملة الصعبة في اليمني نعم سيد محمد هل تعتبر أن استقرار الريال اليمني أو العملة هناك في صنعها ومناطق سطرة الحوثيين كذلك هي سبب لا يعتبر أخي عمار لا يعتبر استقرار في صنعها لا توجد عملة محلية نعم لكن هناك ضغطوا على موضوع عدم التعامل بالريال نعم سيد محمد لكن هناك فارق كبير بين سعر الصرف في صنعها هذا الفارق سأوضحه لك الآن هناك عدم وجود عملة بالريال اليمني بالعملة القديمة المستهلكة والمهترئة شيء طبيعي وأنت تضغط بيدها من حديد على السوق بميليشياتك الناس إلى احترام القانون الذي تضعه مهما كان يتعاملون بالريال المستهلكة والمقطع والثالث والفلوس الأخرى مكدسة بالعملة الجديدة عندما عمار لا يوجد ريال أنا أتعامل الدولار سيتواضع وينحني للبحث عن العملة الصغيرة والعملة التي هي الريال في المناطق المحررة الدولار موجود والريال موجود وبينهما عرض وطلب وهناك أيضا تدخل من ميليشي الحوثي في المناطق المحررة يضخر ريالات اليمنية التي يجمعونها من صنعاء ويسلبونها على التجار لكي يضخونها في المناطق المحررة ليتلاعبوا بأسعار العملة ويستفيدوا من الفوارث هذا كل ما يحصل كلمة استقرار خطأ فادة لا يوجد استقرار في موضوع العملة في الصناعة وهو سعر شكلي لا ينعكس حتى على سعر المواد المؤقتة أنت سيد محمد هل تعتبر هذا العملية مؤقتة أو هذا ما نسميه أو ما يسمى بالاستقرار مثلا هل تعتبر مؤقتة وسينهار مجددا مثلا لا يعني لا يمكن يا عمار أنك تكيل بمكيالين في مناطق الشرعية تقول انهيار وهناك تقول استقرار موضوع يعني خاطئ هناك تراجع وهناك تقدم مثلا رام أو توازن لا يمكن أنه هذا يكون انهيار الانهيار الريال الإيراني الآن بأربعين الدولار بأربعين ريال إيراني بأربعين ألف بستة واربعين ألف هذا هو الانهيار أما المعجزة التي تحدث في اليمن أن الريال ما يزال الدولار ما يزال بسبب مئة وخمسين أو بسبب ستتتتتتتتتتتتتت في ظل حتم وجود يعني تكافؤ ولا عرض وطلب ولا يحزنون هناك بعنجزة تحدث في اليمن والتدفع أن الاقتصاد والمال والرسمال كلهم حاليا تجد أماء الخارج يعني متدخل في الغرفة نعم سيد محمد لكن الحكومة الشرعية اسمحي لكن يجب الحكومة الآن أن تتدخل وأن تقوم بعمل محترم في هذه البترة إما أن تلغي العملة القديمة وبالتالي لن يبقى إلا الريال الجديد ويتعامل الأسباب وستتعود الأمور إلى أقل أسفل من أربعين بالمئة وإما أنها تبحث عن سياسة أخرى لإيقاف يعني لكبح جماعة الميليشيات وهي تتلاعب بالعملة بصورتنا وبأخرى مع تقبيرنا للوقت والجوء الذي يمر تمر به الحكومة والأدوات التي يسيطر عليها الحكومة نعم إذن السيد محمد الجماعي صحفي اقتصادي كنت معنا شكرا جزيلا لك تراجع حجم المساحة المزروعة من اللعين في اليمن منذ بدء الحرب قبل خمسة أعوام وتشير بيانات الإحصاء الزراعي لأن انتاجية اليمن من ثمار العنب بلغت في آخر إحصائية 122.751 طن من مساحة قدرها 11.673 هكتار وترجعت المساحة المزروعة للعنب في اليمن بمقدار ألفين هكتار حيث كانت تقدر بحوالي 13.613 هكتار وفق الإحصائيات العام 2013 وتتصدر محافظة صنعاء قائمة المحافظات زراعة وإنتاجا للعنب حيث قلغ انتاجها من هذا المحصول 91.097 طن من مساحة مزروعة قدرها 8.898 هكتار تلتها محافظة صعبة بإنتاج 11.317 طن من مساحة 976 هكتار ثم أمانت العاصمة بإنتاج 10.495 طن من مساحة 892 هكتار وتأتي محافظة عمران في المرتبة الرابعة زراعة وإنتاجا لثمار العنب حيث بلغ انتاجها 6.986 طن من مساحة قدرها 596 هكتار رست خلال الساعات الماضية على أرصفة ميناء الحديد أربع سفن تجارية منها ثلاث سفن تحمل مواد غذائية وسفينة غاز فيما بلغ عدد السفن المنتظرة للرسوي سفينتين وبحسب الكشف الصادر عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية فإن عدد السفن الرسي على الأرصفة ثلاث سفن محملة مواد غذائية حيث تحمل السفنة الأولى على متنها 30 ألف طن من القمح وتحمل الثانية 28 ألف ومئتين وقمسين طن من الذرة والصوية بما تحمل الثالثة 7500 طن من السكر 792 طن من الزيل كما تحمل السفنة الرابعة 12 ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين طن من الغاز أما السفن المنتظرة في الغاطس للرسوفة تبلغ سفينتين تحملان 56 ألف طن و 870 طن من القمح شهدت أسعار الأسماك خلال الآوينة الأخيرة ارتفاعاً قياسياً في ظل انخفاض حاد في المعروض بسبب توسع ظاهرة الاعتداء على الصيادين في سواحل ومواقع للصياد اليمنية على البحر الأحمر قفزت أسعار الكثير من الأصناف بنسب حادة حيث زاد سعر سمك الدير إلى نحو 10 ألاف ريال كيلو جرام الواحد مقابل أربعة ألاف ريال سابقاً بزيادة بلغت نسبتها 150% ولم يعد بمقدور أغلب اليمنيين توفير أهم منتج غذائي حيث يعني أكثر من 70% من السكان من الفقر وفق البيانات الرسمية المحلية والدولية بسبب تداعية الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات وأكد متعاملون في عدد من أسواق الأسماك في عدد ارتفاع سمك الباغة التي لم يكن يتعدى سعرها 200 ريال إلى أكثر من 500 ريال ولتزال الأسواك تشهد ارتفاعاً متواصلاً بشكل يومي في حين زادت السلة الواحدة من هذا الصنف التي تحتوي على نحو 12 سامك صغيرة صغيرة الحجم من 3000 ريال إلى 4500 ريال تظهر مئات من معلمي ومنظفي القطاع الحكومي بمدينة تايز للمطالبة أو لمطالبة السلطات بدفع رواتبهم المتوقفة منذ شهرين فيما تقول الحكومة إن أزمة السيولة وراء عدم صرف الرواتب بانتظام لا شيء أقصى من الفقر فالجميع هنا يعاني الجوع والتشريد والقهر بسبب انقطاع الرواتب الحكومية لشهرين يوليو وأغسطس يتوعد المتظاهرون في المسيرة التي دعا إليها مجلس تنسيق النقابات بالتصعيد حتى صرف مرتباتهم فالراتب هو الشريان الوحيد الذي يمدهم بالحياة وإن كان زهيدا نحن نطالب بحقوقنا عشان ندرس أولادكم هذه القضية المهمة إذا تركتنا بدون رواتب سنترك أولادكم بدون تعليم هذه الرسالتنا إلى السلطة المحلية عبء ثقيل يتحمله الصغير والكبير وتمضي عجلة التاريخ بالقسوة تارة لا يقدرون على مواجهة واقعهم وتارة يتشبثون بأمل العيش يجب أن يساوون بإخواننا وزمالائنا في مدينة عدن الذين يطالبون الآن بالتسويات والترفيعات في كل منع الحياة الحياة أصبحت صعبة على كل إنسان وعلى كل موظف في هذه المدينة من ناحية الأسعار ومن ناحية غلاء الأسعار والراتب لم يعد يكفي حتى لأسبوع واحد 52 ألف موظف في القطاع الحكومي يشكون مرارة العيش منهم من يسعى في المسيرة بشغف تاركاً خلفه أسرة تتظور جوعاً ومنهم من تخلف عن المسيرة باحثاً عن قوت يومه شاحة ترد من المنازلهم أصبح هناك مشاكل أسرية لدى الموظفين في بيوتهم أبلادهم ماتوا من القوع لم يعيد الموظف خارق ابنه بدون عيدية وبدون ملابس ما هذا الإهمال القسيم من محافظة المحافظة محافظة فاشل بانتياز من دوب المنازلين النازحين أبو الأحرار عامل للنازحين راتب قبل العيد وراتب الهلال ومحافظة المحافظة مهتم بتعليم أبناء في القاهرة وأخذ الأرصداء من حساب السلطة المحلية للذهاب للإقامة في القاهرة يصر هؤلاء على الخروج تحت حرارة الشمس وفعل ما هو أكثر من ذلك كي لا تتكرر مأساة الأعوام الماضية هكذا بقي الشارع الوسيلة الوحيدة للضغط على السلطات لنيل حقوقهم لكن الأخيرة يقول هؤلاء أنها باتت كباهمة الطبال لا تخشى قرع الطبول عبد العزيز محاني من شباب تعز قال الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية فاروق الكمالين الحوثيين يستقدمون إجراء حظر النقود كورقة ابتزاز لزيادة الضغط على الحكومة وانتزاع امتيازات منها إضغاء ألية استيراد النفط المكرر إلى مناطقهم لكن الناس العاديين يدفعون الثمن من خلال تحمل تكاليف متزايدة نتجة عن حرب العملة سواء في ارتفاع الأسعار أو في زيادة رسوم التحويلات المالية وأضاف في تغريدات عبر حسابي على موقع أو موقع تويتر أدى إلى انخفاض المعروض من الريال في المناطق التي يسيطرون عليها مقارنة بزيادة المعروض من العملة المحلية في مناطق الحكومة خاصة مع زيادة تدفق الأوراق النقدية الجديدة بالريال إلى المناطق الحكومية وبالتالي نتجة عن ذلك توسع ثارق سعر الصرف أعلنت شركة النفط اليمنية في محافظة المهرع رفع سعر الوقود وقالت الشركة في بيان لها إنه تقرر رفع سعر لتر البنزين إلى ثلاثمائة وخمسة وسبعين ريال بما تم رفع لتر الديزل إلى ثلاثمائة وخمسين ريال ورجعت الشركة سبب رفع الأسعار إلى تأخر وصول ناقلات الوقود إضافة إلى تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار النفط عالميا إضافة إلى أسباب أخرى مضيحة أنه سيتم إعادة النظر في سعر المشتقات النفطية بالزيادة أو النقصان بناء على المتغيرات دشنا محافظ شبوى محمد صالح بن عديو الأعمال الإنشائية في مشروع منتجع قنى السياحي بمدرية رضومة ساحلية الذي تنفذه شركة شبوى براند للاستثمار ويشمل المنتجع إقامة 45 شريها ومساحة قضراء ومتنفسات وملاعب ومطاعم ومحلات تسوق ومرافق للخدمات العامة مع منظومة البنى التحتية والأساسية لها وبسياق آخر قام المحافظ بن عديو بزيارة تفقدية لمشروع الخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية والجاري العمل فيه حاليا أقب توقفه لأشهر بسبب كورونا وحث المحافظة المهندس القائمين على المشروع برفع وطيرة العمل والإنجاز لما يمثله المشروع ومن أهمية كبيرة للمحافظة إلى ذلك قام محافظ محافظة شبوى ومحمد بن عديو بتسليم أربعين قارب صيد مقدمة من وزارة الثروة السماكية للصيادين الذين فقدوا قواربهم نتيجة المنخفضات الجوية والتي شهدتها المحافظة سابقا وتضرر منها الصيادون أعلنت شركة النفط اليمنية والواقعة تحت سيطارة ميليش الحوثي بصنعان يلغاء الترخيص ثلاث محطات بترولية وضحت الشركة في بيانين أن يلغاء الترخيص جاء بعد التأكد من بيع تلك المحطات كميات من البترول لمجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات وبأسعار أعلى من السعر الرسمي المعلن بمخالفة لعقود التوكيل الموقعة معها وقل البيان أنه تم ختم الترمبات والمحابس والمقصات وتشميعها بالشمع الأحمر وإحالة مالكها للجهة القضائية يشار إلى أن تجارة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة ميليش الحوثي باتت تحت سيطرة قيادات الحوثية وسط توسع مستمر للقطاع الخاص الطفيلي والمستفيد من تجارة الحروب قال تقرير بحثي إن ألغام ميليش الحوثي المنتشر في الحديدة خصوصا في سهل تهامة عرقلت وصول المزارعين إلى الأراضي الزراعية وتحولت ألف الهكتارات من الأراضي الزراعية إلى صحراء وترسم التوقعات الأخيرة حول الأمن الغذائي لشبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة صورة مقلقة لمحافظة الحديدة مع انقفاض عام في إنتاج المحاصيل وبيع المحاصيل وتناقص العمالة الزراعية بالإضافة إلى ارتفاع مستمر لأسعار القبح والذرع وتشير تقارير بحثية إلى أن ممارسات وضع الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة المرتجلة حيدت مساحة زراعية في سهل تهامة لعقود قادمة وشكلت محافظة الحديدة والتي تعتبر سلة اليمن الغذائية على مر العقود الماضية وصبحت بعد نصف عقد من انقلاب ميليشي الحثي أكثر من المحافظة أو أكثر المحافظات اليمنية تهديدا بالمجاعة وسوء التغذية مع انتشار الفقر وارتفاع البطالة توقعت الأمم المتحدة أن يصل إجمالي خسائر قطاع السياحة العالمي خلال العام 2020 إلى أكثر من 900 مليار دولار بسبب فيروس كورونا الجديد دعيتا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدولي للحد من الوطأة المدمرة للوباء على القطاع الذي يشكل مصدر العائدات الرئيسي لبعض الدول وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في بيان إنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة تراجعت حركة وصول السياح الأجانب إلى الدول بأكثر من النصف وبلغت الخسارة حوالي 320 مليار دولار من العائدات السياحية وشار إلى أن الأزمة تشكل صدمة كبرى للاقتصادات المتطورة غير أن الوضع ملح بالنسبة للدول النابية خصوصا الكثير من الدول والجزر الصغيرة والدول الإفريقية حلت الدول العربية في المرتبة الأولى عالميا من حيث احتياطات الغاز في العام المنصر من 2019 حيث شكلت حوالي 56.3 تريليون متر مكعب أي ما يعادل نحو 27.3% من الاحتياطي العالمي من الغاز وذلك مقابل 27.1% في عام 2018 وذكرت النشرة الشهرية لمنظمة الدول العربية والمصدرة للنفط ارتفع تقدير تحتياطات الغاز الطبيعي في العالم بنحو 2.1% في عام 2019 لتصل إلى 205.9 تريليون متر مكعب وأكدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية والمصدرة للنفط على الدور الهام للدول الأعضاء في تزويد دول العالم بإمدادات آمنة ومستقرة من النفط والغاز وتأمل أن تحقق الدول الأعضاء المزيد من النجاحات في مشاريعها الحالية والمستقبلية وقبل الختام هذه جولة سريعة على أسعار العملات اشتركوا في القناة إذن كان هذا كل ما ردينا في نشرتنا الاقتصاد أشكركم على طيب المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر